بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلاً وسهلاً بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول المسار العام سوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم اضطراب الصحة النفسية معكم الأستاذ عبدالله بن محمد البقيمي فأهلاً وسهلاً بكم في درسنا لهذا اليوم الفكرة الرئيسية من هذا الدرس اضطراب الصحة النفسية التعرف على الاضطرابات النفسية وأهم أنواعها وعلاماتها وآثارها وسوف أتعرف عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس على أولا أتعرف على مفهوم الاضطرابات النفسية ثانيا أميز بين أبرز الاضطرابات النفسية الشائعة في المجتمع ثالثا أتعرف على مفهوم الاكتئاب وأنواعه وطرق علاجه ونبدأ بمفهوم اضطرابات الصحة النفسية الاضطراب النفسي هو حالة تصيب الفرد بتفكيره أو مشاعره أو حكمه على الأشياء أو سلوكه وتصرفاته إلى حد تستدعي التدخل لرعاية هذا الفرد ومعالجه وتعد اضطرابات الصحة النفسية إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهها الصحة العامة والتعرض لاضطرابات الصحة النفسية لا يفرق بين أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية ومستوى الثقافة والتعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية إذن نتحدث عن مفهوم اضطرابات الصحة النفسية وهي حالة تصيب الفرد سواء في سلوكه أو في مشاعره وأحياناً قد تصيبه في حكمه على بعض الأشياء التي قد تغير من الحالة السلوكية لدى الفرد وكما ذكرنا لكم أن الحالة أو حالة الاضطراب الصحة النفسية لا تفرق بين أفراد المجتمع أبداً نأتي لإضطرابات الصحة النفسية الشائعة هناك أنواع عديدة من الإضطرابات التي تصيب الصحة النفسية وتؤثر على السلوك والسمات الشخصية مثل اضطراب قلق الانفصال يعاني الأفراد المصابون بهذا الاضطراب من خوف الانفصال عن الأفراد المرتبطين بهم مثل الوالدين أو الزوجين ويعتقد البعض أن هذا القلق مختص أو مقتصر على الأطفال فقط لكنه يصيب أيضاً الأفراد الراشدين وقد يعانون منه حالة الحزن التي تصيب الفرد حالة فقدان عزيز أو الخوف من فقدان عزيز هي حالة طبيعية في ظروفها العادية لكن تتحول إلى حالة مرضية في حال المبالغة فيها وتأثيرها على حياة الفرد بشكل سلبي إذن حالة الحزن التي تصيب الفرد حالة فقدان عزيز أو أثناء وجود أي مشاكل صحية عند المبالغة فيها قد تتحول إلى حالة مرضية وصعب التعامل معها فيجب أن يكون تعاملنا مع الحالات السلوكية بشكل متوازن وطبيعي لتجاوز هذه الحالة والاضطرابات التي قد تصيب الفرد النوع الثاني من اضطرابات الصحة النفسية اضطراب القلق الاجتماعي يعاني الأفراد المصابون بالرهاب الاجتماعي من وجود قلق عام وشديد كإحساس الفرد بعدم الارتياح ويكون مرتبط بالخوف من الإحراج أو التحقير بواسطة الآخرين في مواقف تتطلب التصرف بطريقة اجتماعية ومن المواقف أيضا التي تثير الرهاب الاجتماعي مقابلة الناس وعندما تتعامل مع شخصيات مهمة أيضا أو تكون في موقف حديث أو أكل في أماكن عامة بعد ذلك من الاضطرابات الصحة النفسية الشائعة اضطراب الوسواس القهري وهو اضطراب شائع ومزمن أو طويل الأمد يعاني فيه الفرد من هواجيس وأفكار أو سلوكيات متكررة يصعب على الفرد السيطرة عليها ويشعر حينها بالحاجة إلى تكرارها مرارا ويتسم هذا الاضطراب أيضا بأفكار لا يمكن السيطرة عليها ومتكررة وآداء طقوس ليس لها أي معنى ومن الاضطرابات أيضا اضطراب الكرب ما بعد الصدمة وهو اضطراب يظهر لذا بعض الأفراد الذين سبق أن تعرضوا للحوادث والصدمات المروعة أو الخطيرة المهددة للحياة وتشمل هذه الأحداث اعتداءات وحالات وفاة وأحيانا تكون من الكوارث الطبيعية وأعراض هذا الاضطراب تثار عند الأفراد من إعادة تجربة الصدمة في الأحلام والذكريات ومحاولة تجنب أي شيء مرتبط بها وتخدير المشاعر وكبتها وتستمر الأعراض مدة أطول من المعتاد من شهر فأكثر من حدوث الصدمة إذن عزيز الطالب والطالبة هذا النوع من الطراب الطراب الكرب أو ما بعد الصدمة هو عندما تكون هناك حالة صدمة لدى الفرد وقد تكون هذه الحالة من خلال فقدان عزيز أو كوارة طبيعية فهذه الحالات أحيانا تسبب الطراب في الصحة النفسية فكما ذكرنا لكم أنه يجب علينا أن نتعامل بكل توازن في هذه الأمور لتخطي وتجنب لا سمح الله تضاعف هذه الحالات الصحية نأتي بعد ذلك واستكمالا لإضطرابات الصحة النفسية الشايعة الإضطراب الإنفجاري المتقطع وهو عبارة عن غضب مدمر وموجه بطريقة خاطئة وبنوبات منفصلة من عدم السيطرة على النزعة العدوانية وتؤدي أيضا إلى اعتداء خطير على الآخرين أو الممتلكات تظهر النوبة خلال دقائق أو ساعات ويبدأ الفرد بلوم النفس بعد النوبة على نتائج فعله وعدم السيطرة على هذه النزعات العدوانية ومن الإضطرابات أيضا واستكمالا لها اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة وهو فرط الحركة هو اضطراب عقلي يوصف بنمط مستمر من عدم الانتباه أو فرط الحركة واندفاعك الذي يتعارض مع نمو الطفل أو يتسبب أيضا في صعوبات كبيرة في المدرسة أو العمل أو العلاقات الاجتماعية ثم بعد ذلك لدينا الاضطراب اضطراب الاكتئاب المشاعر كما تعلمون هي جزء مهم من الإنسان وتؤثر بشكل مباشر على صحة الفرد وهي متنوعة فمر يشعر الفرد بالفرح والسعادة والفخر والنجاح وأحيانا العكس بالحزن والإحباط واليأس فهذه جزء من تقلبات الحياة اليومية لكن عندما تستمر هذه المشاعر السلبية في ذهن الفرد وتعيق قيامه بالأعمال اليومية هنا تشكل اضطرابا في الصحة النفسية ويسمى أيضا هذا النوع من الاضطرابات النفسية بالاضطرابات المزاجية وهي عبارة عن الحالة المزاجية المشوهة أو غير المتوافقة مع الظروف ويعرف الاكتئاب بأنه اضطراب مزاجي ركز معي اضطراب مزاجي يسبب شعورا متواصلا بالحزن وفقدان المتعة والاهتمام بالأمور المعتادة ونقص التركيز نأتي لدرجات حدة الاكتئاب ويعتمد هذا التصنيف في درجات الاكتئاب بعدد من الأعراض أو مدتها كما تشاهدون درجات حدة الاكتئاب هنا اكتئاب خفيف الحدة اكتئاب متوسط الحدة واكتئاب شديد الحدة الاكتئاب الخفيف يتمكن الفرد من ممارسة انشطة الحياة اليومية بعد بذل جهد كبير والاكتئاب متوسط الحدة يواجه الفرد قيود شديدة أثناء دال انشطة الحياة اليومية وهنا الاكتئاب الشديد يفقد الفرد القدرة على ممارسة انشطة الحياة اليومية وتستمر لعراض أكثر من سنتين في حالة الاكتئاب المزمن ثم بعد ذلك عزيز الطالب نأتي لأنواع الاكتئاب وهناك أنواع من اضطرابات الاكتئاب أولها اضطراب الاكتئاب الجزي ويعرف باسم اضطراب عصر المزاج وهو عبارة عن حالة من سوء المزاج المتقلب تستمر لفترات طويلة ولا تؤثر بشكل ملحوظ في أداء المصاب في ممارسة انشطة الحياة اليومية وقد يمر المصاب بنوبات من الاكتئاب الشديد أو الخفيفة الحدة ولا يسمى بالاكتئاب الجزئي إلا إذا استمرت الأعراب لسنتين على الأقل واستكمالاً لأنواع الاكتئاب الاكتئاب الموسمي وهو أيضاً عبارة عن حالة من الاكتئاب المتقطع ركز معي في كلمة المتقطع حسب فترات السنة وغالباً يحدث خلال موسم الشتاء وذلك لقلة التعرض لأشعة الشمس وقلة ساعات النهار ويزول غالباً بحلول فصل الربيع ويعاني أيضاً المصاب من أن هناك تكون عزلة اجتماعية وكثرة في النوم وزيادة في الوزن فيمر المصاب بهذا النوع أيضاً بنوبات من الاكتئاب المتوسط نأتي بعد ذلك لأنواع الاكتئاب اكتئاب ما بعد الولادة يعتبر اكتئاب شديد الحدة ويصيب أغلب النساء لمدة أسبوعين بعد الولادة ويكون مصاحب لهذا النوع من الاكتئاب أعراض من الحزن الشديد والقلق والإجهاد أيضاً مما يؤثر في أنشطة الأم اليومية وعينايتها بنفسها وطفلها نأتي بعد ذلك لأسباب وعوامل الخطورة في الاكتئاب ويمكننا القول بأن الاكتئاب هو ناتج من تفاعل معقد بين عوامل اجتماعية ونفسية ويدخل معها أيضاً الجسمية ومن هذه العوامل اختلافات حيوية قد تحدث اضطرابات في كيميا الدماغ مسببة للاكتئاب والهرمونات قد تكون أيضاً في تغيرات في توازن الهرمونات في الجسم لها علاقة في الإصابة بالاكتئاب وتحدث أثناء فترة الحمل فلذلك تنتشر اضطرابات الاكتئاب بين النساء بشكل أكبر أيضاً التاريخ العائلي ويشيع عند أكثر العائلات والسماة الشخصية كأن يكون الفرد كثير القلق أو يعاني من قلة في الثقة بالنفس واحترام الذات واستكمالاً لأسباب وعوامل الخطورة في الاكتئاب الإصابة بالأمراض الخطيرة وكما تعلمون أن الأفراد المصابون بالأمراض الخطيرة مثل السرطان يصاحبهم مشاكل في الصحة النفسية وأيضاً المؤثرات العقلية كما تعلمون أيضاً تناول المؤثرات العقلية تعاطي المخدرات بشكل عام وشرب الكحول تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب والبعد عن الله والانغماس في الحياة ونقص التوازن في حياة الفرد وصعوبات الحياة المستمرة مثل ضغوط العمل والوحدة لفترة طويلة والصحبة السيئة إذن كما ذكرنا لكم أن أسباب وعوامل الخطورة في الاكتئاب ذكرنا لكم عدة أنواع منها أيضاً شرب الكحول أو المخدرات بأنواعها قد تسيب الفرد أيضاً بعد ذلك بحالة من الاكتئاب وأيضاً الإصابة بالأمراض الخطيرة السرطان قد يدخل الفرد في حالة صحية سيئة ثم بعد ذلك يدخل في حالة من الاكتئاب فهنا يجب أن يكون لدينا تعامل أيضاً نعيد ونذكر التعامل واقعي ويكون هناك توازن في التعامل مع مثل هذه الحالات نأتي لأعراض الاكتئاب ثلاث أعراض نفسية وجسدية واجتماعية وسلوكية النفسية أفكار متكررة حول عدم الرغبة في الحياة وصعوبات في التركيز أو اتخاذ القرارات نوبات الغضب بشكل مستمر أو التهيج حتى من أبسط الأمور وهذا تم شرحه مسبقاً والشعور بالقلق والتوتر فقدان الاهتمام والمتعة مشاعر من الحزن واليأس والبكاء وضعف الثقة بالنفس وهذه هي الأعراض النفسية ثم بعد ذلك من أعراض الاكتئاب العراض الجسدية الطراب في الأكل واضطرابات في الأمعاء واضطرابات بالنوم والشعور بالخمول بشكل مستمر والصداع وآلام العضلات بلا سبب واضح ويكون هناك بطء في التفكير أو التحدث أو الحركة ومن الأعراض أيضاً أعراض اجتماعية وسلوكية الميل للانعزال والابتعاد عن الأهل والاستقاء وعدم الرغبة في التواصل العائلي عدم الاهتمام بالواجبات تعاطي المخدرات والكحول كما ذكرنا لكم سابقاً هنا الفرق بين الحزن والاكتئاب يواجه الإنسان الأحداث الصعبة في حياته اليومية مثل الوفاة فرد عزيز أو عندما يفشل في تحقيق أي من أهدافه أو عندما تنتهي لديه بعض العلاقات ومن الطبيعي أن يكون مصاحب لهذا الشعور حزن شديد لكن يعتقد الفرد أنه قد أصيب بالاكتئاب وفي الواقع هذا الشعور هو أمر طبيعي لكنه يشابه في حالته الاكتئاب مثل العبوس والعزلة كما تشاهدون في هذا الجدول هو الفرق بين الاكتئاب والحزن هنا الاكتئاب رد فعل غير طبيعي يصل إلى المرض الحزن هنا رد فعل طبيعي أيضاً الشعور بالحزن مستمر وهنا الشعور بالحزن يكون مؤقت تهتز الثقة بالنفس ويشعر بأنه أقل وهنا تكون الثقة في النفس وتقدير الذات عالية لدى الفرد كيف نتعامل مع الاكتئاب؟ بعدة إرشادات أولها الحرص على ممارسة النشاط البدني وممارسة العمال الإيجابية الصدقة والعمل التطوعي وتنظيم الوقت وإعداد قائمة للإنجازات اليومية والحرص على المشاركة الاجتماعية مع الأهل والأصدقاء وممارسة التدوين والكتابة تساعد أيضاً في التعبير عن المشاعر إذا لم يكن هناك صعوبة في التحدث عنها وتعلم تقنيات الاسترخاء كالتفكير التأملي وتجنب أيضاً اتخاذ القرارات المهمة في حال الشعور بالاكتئاب نقطة مهمة جداً وتطلب المساعدة من الآخرين والدعم الاجتماعي أو الطبي إذا لزم الأمر نأتي لعلاج الاكتئاب يعتمد علاج الاكتئاب على درجة الحدة والعراض إلا أنه قابل للعلاج إذا التزم المصاب بالخطة العلاجية ويجتمل علاج الاكتئاب على عدة طرق منها كما ذكرنا لكم أن علاج الاكتئاب هنا يعتمد على عدة طرق منها العلاج النفسي واستخدام الأدوية والعلاج المشترك وسوف نذكرها لاحقاً بالتفصيل العلاج النفسي يعتبر الوسيلة الأفضل في بداية معارجة الحالات الخفيفة من الاكتئاب وهو علاج سلوكي بعد ذلك استخدام الأدوية تعطى مضادات الاكتئاب وعادة تتطلب عدة أسابيع حتى يكون هناك تأثير أو نتائج إيجابية والعلاج المشترك وهو العلاج ما بين النفسي والدوائي معاً نأتي في نهاية درسنا لهذا اليوم ماذا تعلمت عزيزي الطالب؟ أنه يشير مفهوم الاضطرابات النفسية إلى مجموعة من أمراض الصحة النفسية وهي عبارة عن حالة صحية توثر على مشاعرك وسلوكك وأيضاً يتعرض جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وثقافاتهم وأوضاعهم الاجتماعية إلى الاضطرابات النفسية وأن الاكتئاب أيضاً يسبب شعور متواصل بالحزن وفقدان للمتعة ويمكن التعامل مع اضطرابات الاكتئاب بالحرص على ممارسة النشاط البدني وتنظيم الوقت وتجنب العزلة نشاط منزلي عزيزي الطالب والطالبة اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي يعاني الأشخاص المصابون بالرهاب الاجتماعي من لديك أربع إجابات اختر واحدة الاكتئاب الجزئي هو عبارة عن حالة من الاكتئاب لديك أربع إجابات اختر الإجابة الصحيحة اضطراب يظهر لدى بعض الأفراد الذين سبق أن تعرضوا للحوادث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات واعرضها على معلمك في المدرسة ختاما عزيزي الطالب والطالبة أشكركم على حسن استماعكم في درسنا لهذا اليوم وألتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة